فإذا قدت من خلال الآيات اللي قرأتها في بشارة لوقا في الإنجيل المقدس إنه ده شرط أساسي محبة الرب وطاعة الرب أولا يعني الكلام يبدو لأول وهل الصعب من لا يبغد أباه وأمه لا يكون لي تلميذ يعني أنا بحط المسيح أولا وبعدين بقعد مع نفسي إيه اللي ممكن يعوقني عن المسيح يعني مرة واحد قال المسيح إيه دعني أدفن أبي وبعدين أجي وراك قال له دع الموت أدفن أنت سيبه اللي وراك وتعالي ليه ليه بتعمل كده الاختيار وأنا باختار بفضل المسيح على فكرة مش المسيح الرجل كان أبوه عينه بيموت لا دعني أدفن أبي يعني لما أبوه يموت أبقى أجي وراك لأن لو كان أبوه عينه كان المسيح شفاهوله لكن مش كان في حالة يعني المسيح مش ضد أننا نقوم بواجباتنا لكن لا لما أنا عايز أستمتع بعيلتي حبة وبعدين أجي لا تعالي وراي المسيح يهمه جدا أني أنا أقوله أنا ما عنديش أغلى منه عشان كده في رومية 12 واحد بيوضح مفهوم التكريس للمؤمن بيقول كده أطب إليكم أيها الأخوة برافة الله أن تقدموا أجسادكم زبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية أنا بقرر بإرادتي أغلى حاجة عندي مين أنا بقدمها بإرادتي للرب يعني ليس كمان ممتلكاتي لا ممتلكاتي وزاتي وجسدي أنا ما قالش قدموا أنفسكم قد قدموا أجسادكم الجسد ده اللي ممكن يعوكني أنا بحطه بين إيدين رب بحيث أن أنت أعمل بي اللي أنت عايزه بعد كده أتغير عن شكلي بتجديد ذهني يعني باخد فكرة تانية غير اللي تربيت عليه عشان أعرف سيدي عايزة أختبر مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة وبناء عليه بقدر أكون تلميذ كما يريدني الرابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا